أنا حضرني موقف حصل وأنا عرفته من الكواليس وده أعتقد أنه ما يحصلش إلا في الإسماعيل أحد اللعيبة أنت اديته شيك بمليون جنيه وبعد كده اللعيب ده لما لقى النادي في احتياج للفلوس رجح لك الفلوس ده حصل الموقف ده أنا بأكد لك ما يحصلش إلا في نادي الإسماعيل أنا بأكد لك الموقف ده لو مع أي لعيب في أي نادي مش هيحصل لكن في الإسماعيلي لازم يحصل والله أنا بشكره هو كابتن باهر محمدي الحقيقة وأنا عارف الموضوع ده دي تفايل أنشيك بمليون جنيه وبعدين كنا احنا محتاجين الفلوس فقلت له كابتن أنا جايلي فلوس بعدين بس أنا محتاج عشان لقبضه كذا فترجع لي المليون جنيه رجع لي ما بتحصلش معلش دي ما بتحصلش لا بس هو رجل محترم الحقيقة هو كابتن محترم اللي بيقفش خلاص ما بيرجعش لا 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 أخو خلي بالك أنا ناس كتيرة سايبة للنادي لعيبة النادي الإسماعيلي بتحبها لهذا الفريق يعني في حسني محمد حمص بيقول لي أنا سايب للمليون ونص كان ليه مستحقات ما خداش ومهو ماشي عارف إيه السبب في كل ده؟ جماهير الإسماعيلي وحبها لناديها أيوة وفاقها صحيح ده صحيح ده كلام صحيح ووفاق وفيا جدا للنادي وجماهير يعني بس أنا بنوم عليها أنها نفسي تخش الملأة نشخل غصبا عن نومة بس في تيجي الملاعب لأ مش دي ومساعد والله أنا عارف إنها غالية شوية 75 إحنا نساعد بالنسبة للتذاكر لا طبعا ده دور على فكرة بروسيا دورتموند كان أعلن إفلاسو اللي رجع بروسيا دورتموند مرة أخرى إن يبقى من أغنى الأندية الجماهير لأنها كانت بتخش تاخد كل التذاكر وصرفت على نديها عشان ترجعوا للمكانته الطبيعية إن هو يبقى مع باير ميونيخ صحيح فجميل إسماعيلي بتحب الإسماعيلي آه ما منشككش في الكلام ده خالص لكن لازم يبقى فيه دعم كبير نادي عن طريق التذاكر